لكن يمكن كمان انا حابب ان انا اقول ان الدولة المصرية على مدار الازمة العالمية وما زلنا بنتحمل جزء كبير جدا من العبق نتيجة لزيادة وارتفاع اسعار المواد الاساسية وعلى الاخص هنا انا بتكلم على القمح وايضا السلع التموينية وايضا المواد البترولية اللي احنا ما زلنا بندعم جزء كبير جدا منها هنا بتكلم على الاخص على موضوع السولار وعلى موضوع الانبوبة البتاجاس انا حدي لحضركم بس رقمين احنا كان محطوط في الموازنة ارقام محددة لسواء للدعم السلع التموينية والخبز وايضا للمواد البترولية انا عايز اقول بس ان هذا العام نتيجة للارتفاعات الكبيرة هيبقى هناك عبء اضافي للسلع التموينية والخبز اربعة وخمسين مليار جنيه برضو الدولة المصرية بتتحمله وحيكون هناك عبء اضافي للمواد البترولية وتحديدا السولار وانبوبة البتاجاس هيصل الى ما يقرب من خمسة واربعين مليار جنيه لما نجمع الاتنين احنا بنتكلم في مئة مليار جنيه اخر الدولة المصرية بتتحملهم عن المواطن دي كلها الحقيقة اجراءات احنا يعني في اطار الحرص الشديد على موضوع الحمال المجتمعية ومسندة المواطن المصري في هذه الظروف الصعبة احنا يعني كحكومة اتخذنا هذه الاجراءات طبعا بناء على توجيهات سيادة الرئيس فاحنا مش فقط بنتكلم على حزمة بنتكلم عليها بمئة وتسعين مليار لكن بس انا حبيت اذكر انفسنا ويبقى كلنا عارفين ان هناك عبء اضافي غير الارقام اللي كانت محتوطة اصلا لدعم السلع التموينية يعني على سبيل المثال حضركم عارفين ان التموين الخبز كنا بنتكلم في سبعة وتسعين مليار حنضيف عليهم اربعة وخمسين مليار اخر انا بس عشان نقد ايه احنا بنحاول بقدر الامكان في مدى الظروف الصعبة اللي موجودة والدولة المصرية مدركة هذا الموضوع وبنتابع نبض الشارع وعارفين المواطن المصري بيتحمل قد ايه ولكن الدولة المصرية بقدر امكانياتها وبقدر استطاعتها بتحاول ايضا انها تساعد في هذه المرحلة الدقيقة اللي بنأمل ان شاء الله انها تنتهي في اسرع فترة ممكنة تساعد في الحقوق